أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات حكومية وعناصر جهاز مكافحة الإرهاب لإطلاق نار لتفريق جموع من الأكراد كان يرمون الاحتفال بأعياد نوروز في مدينة كاركوك في محافظة تاميم واشتارت تلك التصرفات غضباً كبيراً وانتقادات واسعة بين أهل كاركوك ومدن أخرى بعد اعتداء القوات الحكومية بالضرب والإهانة على المواطنين الكرد هذا وكانت قوات مكافحة الإرهاب لجانب تلك التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني قد انتشرت يوم أزبس بشكل مكثف في ساحات وشوارع كاركوك بذريعة حماية المحتفلين بالأعياد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر